أولاً الغضية الفلسطينية غضية كل إنسان مسلم وعربي وهذه غضية لا تختصر على فئة معينة من الناس بل تختصر علينا جميعاً كعربيين وهذه الغضية قضيتنا إلى ما تتحرر القدس الشريفة أولاً أحب أشكر الاتحاد الوطني اللي طلبت جامعة الكويت لقيامهم بهذا الندوة الذي لا نستغرب أن تكون هذه من الندوات المشرفة والتي تدفعنا بكل قوة بأن نشارك فيها واليوم شاهدنا الكثير من الاتحاد الوطني لقيامه أكثر من الندوة حول الغضية الفلسطينية شفنا الأمانة إقبال كبير على الندوة وكان طرح يعتبر من الطروح المميزة وهذا كان شرف ووسام على صدر كل من شارك في هذا المحوار وهذه الندوة والله نحاول بأننا نصدر صوتنا بأكمله لا نختصر حنا اليوم بس على الاتحاد الوطني بل حنا نريد أن نوصل صوتنا إلى العالم بأكمله لا نختصر اليوم على طلبة جامعة الكويت ولا نختصر اليوم على الكويت بل حنا اليوم بالصوت يوصل إلى الأمة العربية بأكملها والغضية الفلسطينية كما شاهدنا في الأيام السابقة ليس فئة معينة التي تحدثت عنها بل نشاهد اليوم الدول العربية بأكملها والجموع العربية بأكملها تتحدث عن هذه الغضية التي قضيتنا نحن كعرب قبل أي بلد من البلدان الآخرة يتحدثون عنها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر